أهلا بكم مشاهدينا في المشهد اليوم يصحبني في قراءته ضيوفي دكتور عبد الرحمن الفراء الباحث في شؤون الأمنية وجماعات الضغط ودكتور أيمن خالد الكاتب والمحلل السياسي والأستاذ محمد وريور الصحفي والمحلل السياسي أهلا بكم جميعا ضيوفي الكرام إذن فإيران في موقف عصيب في ظل تراكم الحسابات مع الاحتلال الإسرائيلي ما شكل التعاون والتعامل الإيراني مع ما جرى وماذا تملك إيران فعله وما هي أبرز ساحات الفعل أيضا ماذا عن واشنطن وسياساتها القادمة إيران تتوعد إسرائيل اغتيال نصر الله لن يمر دون عقاب أكدت إيران أن اغتيال حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني في غارة جوية إسرائيلية في بيروت لن يمر دون عقاب حسب تصريح للمرشد الأعلى علي خامنئي واعتبر خامنئي أن نصر الله كان راية المقاومة في المنطقة بحسب ما نقلت صحيفة اندبندنت البريطانية وقالت الصحيفة إن الغارة استهدفت اجتماعا لقيادة حزب الله في الضحية الجنوبية لبيروت مما أسفر عن مقتل عدد من قادة الحزب بينهم علي كراكي قائد الجبهة الجنوبية كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل عباس نيلفوروشان القائد البارس في الحرس الثوري الإيراني وتواصل إسرائيل هجماتها على لبنان وسط إطلاق حزب الله صواريخ نحو إسرائيل اغتيال حسن نصر الله يضع إيران أمام خيار مصري ويفضح عجز الولايات المتحدة قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن اغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني وضع الولايات المتحدة في موقف دبلماسي حرج حيث لم تتمكن من كبح تصرفات حليفتها إسرائيل وأكدت الصحيفة في مقال لها أن واشنطن وعدت بوقف إطلاق النار لمدة 21 يوما لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو تراجع عن الاتفاق وأشارت الصحيفة إلى أن إيران تواجه الآن خيارا صعبا إما الرد العسكري على إسرائيل أو الدعوة للتهديئة مما قد يقوض مصداقيتها وأضافت الجارديان أن الرئيس الإيراني مسعود بيشكيان يواجه تحديات في جهوده لاستعادة الاتفاق الناوي بعد اغتيال نصر الله ويواجه صعوبة في إقناع المؤسسة العسكرية الإيرانية بجدوى الحلول الدبلوماسية وهو ما يعقد موقف الحكومة الإيرانية إذن أسئلة عديدة تدور اليوم حول مآلات الموقف الإيراني مما جرى في بيروت ولبنان لو بدأنا بالحديث بصورة مفتوحة كيف قرأت دكتور عبد الرحمن الرد الفعل الإيراني على ما جرى في لبنان بالطبع المنتظر من إيران كان كبير جدا سواء عندما فقدنا الشيخ صالح العروري نائب رئيس حركة حماس في اغتيال مركز في الضاحية الجنوبية أو حتى عندما فقدنا الحج محسن وهو شكر ليمثل رأس الهرم العسكري في قيادة المجلس الجهادي أو عندما فقدنا إسماعيل هنية في طائد حماس في طهران وفي قلب طهران في تقديري أن إيران في ذلك الحين عندما لم تسدد الحساب ولم تتحرك بالتحرك السريع الذي كان من المفترض أن تتحركه والذي كان من المنتظر أن تتحركه هنا بدأت الجرأة تزداد عند إسرائيل بين قوصين وأصبحنا أمام هذا المشهد الكارثي لماذا هو مشهد كارثي؟ لأن كل من ظهر في الصورة مناوئا لإسرائيل ومتضامنا مع غزة ومسندا لشعب غزة ومقاومتها اليوم هو يضرب واليوم بكل وقاحة وبكل بجاحة يخرج نتنياهو أمام الأمم المتحدة ويرفع صورتين صورة تمثل خط التطبيع وخط الاستسلام لإسرائيل والعلو الأمريكي والصهيوني في المنطقة وخط آخر يمثل ما تبقى ممن لديهم مخالب في هذه المنطقة والمؤسف أن من تبقت لديهم مخالب في منطقتنا يمثل لون معين أو تيار معين في ظل حالة التفرقة الشديدة التي ضربت الأمة العربية والإسلامية في ظل غياب المشاريع في ظل غياب الاستراتيجيات وحالة التيه التي أريد لهذه المنطقة أن تدخل فيها دمار هائل ضرب دولنا بعد أن كانت هناك ردة على الربيع العربي حالة من الجهد الأمني والاستخباراتي التي أجهضت الكثير من المحاولات والمشاريع منذ التأسيس وما يتعرض له الحزب اليوم وما نراه من حالة قد نشعر في لحظة من اللحظات أنها حالة انهياء إنما هي بفعل جهد استخباراتي بذل فيه الغالي والنفيس وقادته أمريكا بنفسها منذ انتهاء حرب 2006 بل هو من قبل أن تبدأ حرب 2006 وهذا جهد كبير ولا ننسى يا سادة أن 17 سنة غزة محاصرة وغزة تدفع أثمان باهضة ما بين الحين والآخر ولم يمضي عام واحد دون قتال ولم يمضي عامين دون جولة حقيقية من القتال ومن استخلاص العبر والعظات إلا وكان الحزب طيلة هذه السنوات يعد العدة ولكن بالمقابل يجتغل عليه ويعمل عليه جهد استخباراتي وأمن وغير مسبوك نعم دكتور أيمن بعض يقول من الببكر أن تحكموا على المألات وأن الأمور في حالة انهيار وأن إيران وضعت الحزب على طاولة التفاوض فيما يخص البشروع النووي إيران ما زالت حاضرة إيران تنتظر فقط أن تتضح الصورة وتنتفض الغبار لما جرى بقيادة الحزب وهي ضربة كبيرة جدا بالتالي من الببكر القول عن أي تخلن إيراني عن الحزب أنا أعتقد بأن إيران تمر بأقسى حالات الاختبار نعم يعني اختبار ميداني اختبار سياسي اختبار إعلامي كل الجهات هي الآن بأعلى درجات الاختبار لأنه هي اعتمدت يعني بتعاملها مع إسرائيل على كتلتين قوية أنه يفتر روحي قوية فعلا حماس في غزة وحزب الله في لبنان أعتقد بأنه موضوع إطالة يعني فترة الحرب بالدعم الآن أعتبره عالمي غربي وأمريكي لإسرائيل ممكن مثلا أن يشكل أداة ضغط عالية جدا مع مرور الأيام وهذا أعتقد ما شاهدناه بالحدث اللبناني غير الحدث مع العلم أنه حماس يعني والمقاومة في غزة أدت ما عليها وما زالت تؤدي لكنه حجم يعني انتصاص الحدث الحرب وكأنه وكأن هذه الفترة كلها كأن حزب الله كان كذلك يستنزف بأمانة يعني لكون يعني واضحين بحيث لما بدأت المعركة المواجهة بقوة استخدمت إسرائيل اللون الجديد الذي هو وهذا تكنولوجيا يعني هو ليس في بداية حالة الصجمة لنقول فاستخدمت يعني موضوع الأجهزة الاتصال التي تفجرت بطريقة حتى معها يعني استخدام حتى هذه بقوانين الحرب يعني قوانين جنائية التي تنطبع على مواضع الحرب أنه هل تدخل مثلا أجهزة الاتصالات ليفترض أنه بعضها مدنية أو مؤخذة من شركات مدنية لكي يعني تعمل هذه الأمر فهذا الضغط اللي حصل على إيران أعتقد أنه إيران تمر بمرحلة جديدة لكن هل يعني إيران الدولة التي اعتادت على مثل هذه المخاضات يعني كيف سيكون ردها هل هي يعني تضمر شيئا أو أنها قد وفرت شيء من الطاقة لتظهر به أنا أعتقد دولة بحجم إيران يجب أن يكون لديها هذا هل طبيعي هذا التأخر يعني نحن نتحدث عن حدث ليس بالبسيط ليس بالهيين قد يقبل البعض ربما تأخر صدور بيان من حزب الله باعتبار أن التلاتبية القيادية قد تكون كلها مستهدفة لكن ماذا عن دولة بحجم إيران لماذا هذا التأخر في الموقف وما صدر عن يعني علي الخامناء المرشد الأعلى للثورة الإيرانية البعض اعتبروا بأنه يعني بيانا لا يرتقي لمستوى ما جرى في لبنان أنا أتوقع بأن إيران أساءت تقدير الموقف عندما لم ترد في الوقت المناسب على استشهاد إسماعيل هنية داخل أراضيها بعد أن دعت ويبدو بأن شهية الاحتلال الإسرائيلي قد فتحت عندما اختبروا رد الفعل الإيراني خاصة وأن حزب الله كأحد أذرع إيران كان يتحدث بصراحة بأنه لا يود توسيع نطاق الحرب ولديه ما يسميه قواعد الاشتباك أو نقاط الاشتباك لا يريد أن يتجاوزها أو يوسع هذه النطاق ولكن على الجانب الآخر الاحتلال الإسرائيلي لم يكن يتعامل بهذا الأمر كان يتعامل بقواعد الاشتباك أوسع وأكثر كان يستهدف القادة ويستهدف القيادة العليا سواء في المجالس العسكرية والجهادية أو حتى في السياسية فبالتالي كان على إيران أن تعيد تقدير الموقف بشكل سياسي وأن تضع الأمور في نصابها وأن تدخل في نطاقات أوسع في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي أمر آخر الاحتلال الإسرائيلي كما ذكر الدكتور عبد الرحمن ودكتور أيمن هو يدرس حزب الله بعد عام 2006 وقبل ذلك أيضا حزب الله لم يكن على دراية بذلك أو كان له انشغالات أخرى لم يكن الاحتلال الإسرائيلي على رأس أولوياته بمعنى الاختراقات التي حدثت في البجر واللسلكي بما لا يدعم جلل الشك وأيضا التقارير الإيرانية تتحدث وجود جواسيس داخل حزب الله عندما تكون إحداثيات بهذه الدقة ويتم استهداف رؤساء المجالس العليا ومجلس الشورى بهذه الدقة فهذا يدل على وجود اختراقات كبيرة الاختراقات هذه لم يقم بها الاحتلال منذ 11 شهرا أو منذ عام هذه الاختراقات تمت منذ عقود منذ سنين أتحدث فالاحتلال الإسرائيلي يدرك تماما ماذا يفعل لديه أهداف واضحة اختبر رد الفاعل الإيراني الرسمي اختبر رد فاعل حزب الله ولذلك هو لديه معركة واضحة المعالم عندما قال سوف أتجه إلى الشمال غاب عنصر المباغة والمفاجأة في رد فاعل حزب الله أو الإيراني على العكس ما قمت بها المقامة في غزة ما حدث فيها السادس من أكتوبر فقام الإسرائيلي في المباغة والمفاجأة صحيح كانت مباغة من المقام الأول حتى ما قمت به جماعة الحروف في بداية الحرب كانت تعد مباغة عندما يتم استهداف العمق الإسرائيلي واستهداف أم رشراش وإيلات هذا ما غاب فيه عند حزب الله فضل الأستاذ محمد يتكلم في نقاط مهمة حقيقة لكن ينبغي الوقوف هنا إلى فلسفة إسرائيل والعقلية الأمنية والعسكرية في إسرائيل هناك فرق ما بين المباغة والمبادئة والذي حدث في هذه المعركة مبادئة وليست مباغة الكل يعرف أننا أمام حالة من الإطباق على حزب الله الكل يعرف أن إسرائيل متحيزة للقتال ومتحيزة لأي ضربات ولأي ردة فعل قد تصدر من كل المحور الإيراني بعد عام من القتال في غزة كان يفهم كل من هو في محور المقاومة أن إسرائيل لن تصمد هنا ما الذي حدث؟ طب لماذا الحزب أخطأ لنقول ذلك أخطأ في قراءة ردة الفعل إسرائيل أو حجمها أو قدرتها أو مبادئتها؟ شوف عزيزي الإسرائيليين استطاعوا أن يستثمروا ثلاثة أشياء الأمر الأول حالة التضليل هناك حالة من التضليل للحزب الحزب كل ما يتحدث مسؤوله كل ما ترشح عن معلومات عنه الحديث أن الفرنسيين وجهوا لنا رسائل من تحت الطاولة مبادرة أمريكية البريطانيين وجهوا كذا هذا الحراك الدبلوماسي متنياهو إلى الأمم المتحدة طبعا متنياهو إلى الأمم المتحدة هذا كله ضمن إطار تضليل الحزب لدرجة أننا لو ركزنا حتى على إعلام المقاومة نجد أنه منشغل بالخلافات وسيتم استبدال قلنت بسعر وهناك إشكالات داخلية حال التضليل محكمة الأمر الثاني أن الحزب في لحظة من اللحظات أصبح في جزء من سلوكه الميداني على الأرض مكشوف بعد ما خاضهم من وقائع على الأرض في سوريا ما حدث في سوريا وإنجرار الحزب وفي لحظة من وجهة نظر الحزب أنه اضطر إلى الدخول في موضوع سوريا وأنه هناك وهناك هذا بالمحصلة أيا كانت السفاصيل وأيا كانت الوقائع على الأرض ونحن أمام وقائع صعبة وليست السهلة إلا أنه وقع أمام حالة من الانكشاف انكشاف ميداني انكشاف عناصره من مسؤول الأمن من مسؤول الإمداد وليس انكشاف فقط بسبب الظروف المحيطة هذا واحد منها حتى بالفكرة طبعا أحسن حتى بالفكرة أنه اجتماع لمجلس قيادة الحزب الذي نسمي بهذه الظروف بهذا المكان المرسود الذي هو مكان صغير وأنا عشت فيه وكنت قريب سنوات هذا حتى بالتخطيط أو الفكرة العسكرية هذا ما يمكن أن يطلق عليه أن الحزب صنع قبره بأيديه تسع قيادات في يومين أو ثلاثة أيام هذه الطريقة التي صممت بها الضاحية وفكرة أنك تعمل أبراج طويلة على اعتبار ربك تعمل تحتها بالأسفل منها أوتوباركس مواقف سيارات سالب واحد واثنين وثلاثة وأسفل منها تعمل طوابق مخفية تكون أسفل منها أنفاق هذا المشهد برمته تم تجاوز بسهولة شديدة في موضوع الف 35 وقنابل الجي بيو التي وفرتها أمريكا وليس أكثر من ذلك هل الموضوع أن القراءة الإيرانية والقراءة قراءة حزب الله الاستراتيجية والتكتكية للإسرائيل كانت بهذه الشدة من الخطأ ليس بالشدة من الخطأ يعني هم قرأوا حزب الله وإيران بصورة صحيحة والعكس كان بهذا الشكل من الخطأ بحيث أنهم لم يتوقعوا ذلك هل المسألة بهذا الشكل؟ أعتقد أنه تجربة حزب الله يفترض أن تكون تجربة غنية نعم وتستفيد منها حركات المطاوضة في المطاوضة لكن محددات المشهد بالنسبة لحزب الله 2024 هي ليست حزب الله 2006 عندما كانت أهل سوريا نظاماً والشعب كلهما والمنطقة العربية والإسلامية كلها واقفة معه الآن هناك الوضع مأزوم لدى حزب الله هذا أمر واقعي ولذلك حتى عملية انتشار الحزب خارج لبنان ليس فيه شيء من الثقة وخصوصاً أنه في داخل بوتقة هذه المعركة بدأت في 7 أكتوبر كذلك استفاد منها الحزب بأنه بين انتشار عناصر حماس خارج المنطقة كذلك أذاها يعني وجود أسماعيل هنية رحمه الله خارج المنطقة كذلك عرضه للاغتيال لم تكن هناك ثقة إلا للانكفاء مع البعض ويبدو أنه إسرائيل كانت تراقب هذا الأمر وفي التصريحات ماذا كان يقولون كان يقولون هناك مجموعة من الضباط الإسرائيليين رصدوا حركة حزن نصر الله وقرروا في هذه المرة يعني تخطيط أو عمل كمين بحيث لا يفلت من المراقبة وحتى البعض اعتبر أنه يعني ذهاب نتنياهو إلى المنظمة الدولية كان نوع من الأمور التي أغرت ربما حزب الله بأنه ربما إسرائيل لن تنفذ فهذا إسرائيل هي قادرة على أن تلعب دور التضليل الإعلامي وتوجيه الرأي العام بالطريقة هي ليست اليوم منذ الـ 48 فتحت الصحافة واشتغلت على الإعلام وغيرت وجهة النظر الحالمية فكيف في 2024؟ أما وقد وقع ما وقع خيارات إيران ما هي يعني كان الحديث دائما أن الولايات المتحدة الأمريكية ترسل رسائل لطهران بعدم التدخل ولنترك المثلة ما بين حزب الله وما بين إسرائيل خيارات إيران في ظل هذه الوقاع التي فرضتها تل أبيب الآن ما الخيارات؟ إيران لم يعد أمامها خيار سواء أن تقوم برد على العربدة الإسرائيلية سواء على اغتيال إسماعيل هنية داخل أراضيها سواء على ما حدث لحسن نصر الله سواء على ما يقوم به الاحتلال بشكل عام من الاختراقات التي تحدث فهو وضع الاحتلال وضع إيران ماذا لو لم ترد إيران؟ ماذا سيحصل؟ واستمرنا بسياسة الصبر الاستراتيجي إذا لم ترد إيران سوف تفقد بريق بأنها من تقود محور المقاومة إذا لم ترد إيران سوف لن يكون هناك ثقة فيها حتى أتحالف معها على ماذا ولماذا أتحالف معك؟ وأنت في تقول بأنني أنا من أقود هذا المحور وأنت لا تستطيع أن تحمي أتباعك لا تستطيع أن تحمي من تدعوهم إلى زيارتك أيضا سوف يؤثر ذلك على موقف إيران خليجيا لا ننسى بأن دول الخليج لديها حساسية وتحسس من وجود إيران وبالتحديد السعودي أتحدث فعندما يجدوا إيران بهذا الشكل الجرأة تقصد سنكون أمام شكل من أشكال الجرأة السياسية نفس ما حدث أيضا مع الاحتلال عندما باغتتهم حماس في السنس من أكتوبر فقدت إسرائيل القدرة على أنها القوى العظمى في المنطقة والتي تمتلك أقوى وأكثر أسلحة تطورا في المنطقة فقدت كل ذلك وتحاول مع الوقت إعادة هذه الصورة من جديد إيران إذا لم تردسه فتفقد هذه الصورة هل الرد يعني حرب مفتوحة أم أن هناك رد دون الحرب المفتوحة من باب حفظ ماء الوجه هناك أشكال من الردود لا تؤدي إلى حروب إقليمية لربما هل يمكن أن تتبع إيران هذا المسار؟ إسرائيل عمليا أدخلت المنطقة في حرب مفتوحة لكن إيران اليوم كيف تتعامل مع هذه الحرب كيف تتعامل مع هذا العدوان المفتوح حتى نكون دقيقين هذا عدوان مفتوح من نحن نجلس الآن ونتحدث عن العدوان على الضاحية وعلى لبنان وعن المجازة المستمرة في قطاع غزة وتضرب الحديدة ويضرب العراق هذا المشهد برمته أمام عدوان مفتوح من إسرائيل لماذا؟ لأن إسرائيل اليوم بعد أن شعرت بخطر وجوده في 7 أكتوبر وجدت أنها يجب أن لا تصبر ولو للحظة على وجود أي مخلب من المخالب من حولها وهذه فرصة تاريخية لإسرائيل من منهج جهة نظر من يقود اليوم الواقع الحكومي والعسكري والأمني في إسرائيل لإجتثاث وأنا أقول إجتثاث وليس فقط تقليم أظافر وليس فقط إصابة موارد بشرية أو موارد مالية أنت تتخذ الأمور في لبنان ذاهبا لإجتثاث اليوم إسرائيل بالنسبة لها يجب أن تجتث هذا الوجود المعادي لها في المنطقة وهنا ننسحب إلى ما تفضل فيه الأستاذ محمد وسبق الدكتور أيمن أشار له مسألة ما الذي من الممكن أن تصنعه إيران إيران التي تنطلق في تفكيرها تجاه هذه المنطقة وتجاه إسرائيل باستراتيجيته الاستراتيجية أولا استراتيجية الصبر الاستراتيجي هو يتلقى ويستوعب كل الضربات هذا المشهد الذي خرج إبو نيتانياه قبل يومين ما هو قبل ثلاث سنوات وقف في نفس المكان وقال ها هو الأرشيف النووي الإيراني بين أيدينا ماذا صنعت إيران؟ اغتال فخر زادة في قلب إيران وما الذي صنعته إيران؟ اغتال قاسم سليماني والحجم هدي ما الذي صنعته إيران؟ هذا المشهد كان محكوم للصبر الاستراتيجي الذي يعتمد على الاستراتيجية الأخرى وهي استراتيجية الضربة القاضية إذا لم ننجح من تحييد كل كروت إسرائيل الرابحة من اليوم الأول لم نستطيع في قتالها لأن إيران تدرك أن قتالها لأمريكا هو عبارة عن قتال مع أكوان من الحديد المتناثر حولها في المنصقة العربية وهذا أمر خطير جدا بالنسبة لدولة لا عمق ولا امتداد لها في الإقليم والمحور إذن هذا يدفع إلى تفاهم عدم ذهاب إيران للفخ الذي ينصبه بن يمين نتالياؤ لماذا أذهب إلى فخ ينصب لي؟ بالتالي فكرة الصبر الاستراتيجي هي من الذكاء في دولة لا تريد الذهاب للهلكة إيران تفكر تفكير حقيقي بأن مراحل المواجهة عندها مقسمة إلى أقسام قد يكون هي ذهبت إلى هذا التقدم لأنها تعرف هي مقصودة فتريد أن منذ احتلال العراق إيران تغيرت استراتيجيتها إلى البحث يعني ليس بالسياسة الخارجية الناعمة بل بالقوة العسكرية بما تستطيع فمن دخلت بالعراق هي عرفت هي الهدف الثاني بعد العراق ولو تأتي إلى طبيعة الصراع لو وجدت الصراع في المنطقة بدأ في عام 1978-79 بدأ الموضوع بين العراق وإيران وبدأت أمريكا تنظر إلى هذا الوضع فهي أرادت أمريكا أن تستحوذ أو أن تأخذ عصرها الامبراطوري فمع الاتحاد السوفيتي مع موضوع انهاء العراق فإيران أدركت هي مقبلة على حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية شاء من شاء وأبا من أبا هل تعتقد أن هذا هو الظرف المناسب دكتور أيمن؟ هي تعتقد كان هذا الظرف المناسب أو أنها لا تمتلك إلا أن تدخل بهذا الموضوع لذلك عندما أصبح الضغط على حزب الله في لبنان هي أدركت بأن هناك الخطوط الأخرى التي قد تكون أكثر أهمية على إيران الدولة الخط السوري والخط العراقي لذلك العراق لم يصدر معه في هذه المرحلة هناك إشكالية لأن هناك توقيع معاهدة أمنية ما بين العراق وما بين الولايات المتحدة الأمريكية إذا قام بالمشاعدة على عين الدولة العراقية ستطبق عليه الولايات المتحدة الأمريكية القرارات أنه أنت وقعت معايا معاهدة استراتيجية تقول عندما تستغل أرض العراق بالعدوان على أي دولة أخرى تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية ولذلك لماذا لم ترد إسرائيل على سبيل المثال على مقتل قاسم سليماني لأنه قتل بالمطار لماذا قتل بالمطار؟ لأنه لكي يثبتون بأنه أتى من سوريا ونزل في المطار بالطائرة وهناك بند أمريكا وقعتهم فترة الاحتلال وهذه كله نتائجة لكن إذا كانت أمريكا هي من وقعت هذه الاتفاقية أمريكا هي من اغتالت قاسم سليماني وقد تكون يعني هي ذاتها اخترقت هذه القاعدة إذا كيف تطالب الغير بالتزام بها؟ لأنه موقعة مع العراق هي موقعة أمريكا موقعة مع العراق إذا استخدمت أرض العراق بالاعتداء بتنقل بالتحديد كي نقول ما هذا 14 باستخدامها بالتدخل بشون دولة أخرى تدخل الولايات المتحدة الأمريكية إذا أضر ذلك من بصائح الأمريكية هذا يدفع للسؤال دكتور أيمن هل الحكومة العراقية قادرة على لجم كل هذا الألوان المختلفة من الفصائل والميليشيا العراقية المسلحة التابعة يعني يأتي أي فصيل عصائب أهل الحق يقول لك ولا تستطيع اذهب أنت واتفاقك مع الأمريكان إلى الجحيم أنا لدي ارتباط عقائدي مع إيران هذا هو الحاصل أحسنت ساده هو هذا الذي يحصل هو هذا الحاصل مع العراق بأن العراق موقع وبنفس الوقت موجودة يعني الأذرع التي هي الميليشيات الاتفاق مع إيران ولذلك أنا بصراحة أسمحولي أقول الحقيقة أنا أعترف بالمقاومة لأنه أنا أساسا يعني أنا معروف يعني بخطي مقاومة فلسطينية مقاومة فلسطينية أوكي ممتاز مقاومة عراقية نعم كانت المقاومة العراقية موجودة وتذكرنا أيام الفلوجة وأيام كذا من الذي يمنع نقول المقاومة الإيرانية لماذا نحن لا نقول المقاومة الإيرانية ونشمل بها كل الأذرع التي تشتغل معها يعني أين الإشكالية الدولية بهذا الموضوع ما هو أنا بلدي مهدد بس عشان بس نوصف الأشياء ونضع الأشياء في نصابها كل الميليشيات الموجودة سواء في العراق أو في لبنان هي تأتمر بالأمر الإيراني وإذا سألت الإيراني يقولك أنا بلدي مهدد وأمريكا محتلة هي أمريكا نفسها محتلة هل يمكن أن نتحدث أن جزء من أوراق إيران للرد على ما يجري في لبنان استخدام ورقة الفصائل المسلحة في العراق هل هذا ورد؟ يعني فيه شغلة مهمة يجب أن ندركها أولا إيران أكبر ما تملكه من قوة هو أمرين اثنين الأمر الأول هو ما طورته من صواريخ وإمكانات مقدرات صواريخ دقيقة وبرنامج تطوير هذا الصواريخ الذي بدأ بعد انهيار الاتحاد السوفيتي واستطاعت أن تصل إلى مجموعة من العلماء يعني جهد ضخم جدا في الجانب العسكري وأريد لإيران في لحظة من اللحظات أن يتم احتواه لكن لم ينجحوا في ذلك الأمر الثاني هو ما استطاعت إيران أن تصنعه على عقيدة أيديولوجية مرتبطة بالمحور الشيعي هذا المحور الشيعي شدت عنه حماس وشدت عنه الجهاد الإسلامي فأصبح ليس من الممكن ربط الناس على قضية الموضوع الشيعي والمذهبية أصبح بالنسبة لهم يجب أن يكون هو السراع مع إسرائيل والسراع مع قضية هي يجتمع عليها الكل في هذه الأمة سنية وشيعة وتجتمع عليها الأمة العربية وإسلامية هو موضوع أطهر وأنقى من أن يجر إلى موضوع مقاومة إيرانية لذلك لم تستخدم لماذا قلت؟ لذلك لم تستخدم لذلك لم تستخدم لذلك لم تستخدم لذلك لم أقل في إيراني لكي لا نقع بالتضليل أنا هذا الأمر أقوله وأنا صاحب رسالة التضليل درست الدكتورة يعني كثل سنوات تضليل جريمة تضليل الرأي العام يعني عن عنواني لأنه أنا من أقول من أقول أن المقاومة العراقية إذن يجب علي أنه أثبت بأنه كل ما يتحرك من دفاع داخل حدود العراق هو لصالح العراق فلذلك أنا هنا أؤمن إيمان كامل بأن الميليشيات الموجودة أقر لها بحق المقاومة كما أنا قرأت حق المقاومة اللبنانية التي زعمها حسن صلى الله أما إذا أنه هنا إشكالية يجماعة كبيرة يعني أنه أنه الآن عدنا نتحدث عن اليمن من روح الشرف أن اليمن تدافع عن فلسطين طبعا هذا أمر آه يعني قولا واحد من دون شك يعني لكنه إذا أنا عرفته بأنه يعني الحوثي هناك يعني هو يتحرك بالنتيجة مع محور هو يعلنه وإيران يعلنه كذلك يعني فهنا صارت تصادم ما بين الدولة وما بين المقاومة كما هو طيب أين الجيش اللبناني الآن ما هو أنا أعترف بحق المقاومة طبعا بلبنان وحق المقاومة وحسب الله يقاوم لكنه أين الجيش كدولة وهنا مسأة الأيدولوجية الأيدولوجية يمكن أن أستاذ محمد ممكن يتحدث في هذا الأمر موضوع الأيدولوجية وانطلاق أي مكون عسكري وأمني في قتال العدو وفق مبادئ وأصول الأيدولوجية هذا سيكون أدعى في استمرارية القتال وأدعى في القدرة على كسر إرادة هذه ورقة ورقة بيد إيران ورقة بيد إيران ولكن إيران الحالية تختلف إلى حد ما بعد الانتخابات نتحدث عن رئيس إصلاحي أو لديه هوا ونفس إصلاحي كان يسعى ويأمل أن يتم حل الملف الإيراني لكن ده همتهم ما يجري في لبنان لم يبقي على الطاول لحدنا ماذا سوف يفعل وأتى بوزير خارجية ودولاب في الخارجية الإيرانية يساعده في هذا الملف ما هو مدى نجاح بيزشكيان في هذا الأمر السؤال هنا هل يعني هو ليس أمامه مفرس هو أن يرد على الاحتلال الإسرائيلي سواء بشكل مباشر وهذا أمر مستبع طبعا أو عن طريق الذروعي التي تفضل الأساتذة في شرحها نتحدث عن الحوثي أو نتحدث عن العراق أو حزب الله رغم صعوبة ذلك الأمر ولكن لا يوجد بديل لدى طهران إلا أن تقوم برد على ما قام به الغرب يقول تحالف ضد الإسلام والمسلمين كل غرب ولكن هناك أيضا إشكالية في الغرب الذي يمنع أن يكون لدينا كأمة عربية الإسلامية تحالفات أيا كانت تكون لا يوجد وجود حماس جنب الحزب جنب إيران على قضية قتال إسرائيل وعلى قضية المقاومة من أجل المقدسات ومن أجل أطهر قضايا الأمة هذا كسر كثير من القواعد التي أرادت أمريكا بنفس فرض الدكتور عبد الرحمن بشكل واضح عندما نقرأ التصرحات التي بايدن أو هارس بعد اغتيال حسن نصر الله ندرك بأن إسرائيل هي عبارة عن قوة أمريكية موجودة في المنطقة يعني نريد أن نعيد الأمور إلى نصابها كما تفضل الدكتور فيما يتعلق بيئة الوضع مع علاقة إيران بيئة المنطقة هيما تأريك في المنطقة الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي كزرعه في المنطقة وزرعه عن طريقة القوى الإمبريالية هو من أجل ماذا؟ هو من أجل تثبيت المصالح الغربية والمصالح الأمريكية في المنطقة فولذلك الولايات المتحدة لا بد أن تضمن التفوق النوعي التفوق السلاحي لا بد أن تضمن الردع الردع الإسرائيلي على أي تهديد على أي تهديد يهدد وجودها في المنطقة هذه أمور مسلمات وفي الحوادث السابقة عندما حدثت لي قادة حزب الله حتى من أيام عماد مغنية كانوا يتحدثون هذه أهداف مشروعة لنا وهذه أهداف لمن مشروعة؟ على قوائم الإرهاب الأمريكية أستاذ جهاد قبل أسبوع تقريبا كنا هنا معكم في هذا البرنامج وفي تلك الحلقة كنا بشكل واضح أن ما الذي من الممكن أن يجعلنا نقدر كيف هي حالة وإمكانية رد الحزب على استهداف إيادة الردوان كيف نقرأ ذلك؟ كيف قرأنا ذلك؟ قرأنا ذلك استناداً لأمر واحد تقدير الحزب لحجم الانكشاف الذي تعرض له هل الحزب سيكون أمام حالة تقول له داخلياً أنت أمام انكشاف خطير؟ لا تواصل تأنّى نقل صفوفة أعتبروني الصريح تعتبروني الصريح في هذا الأمر وبدقة دكتور كالملاكب كالمناكب المغمى لكي يستفيد كل الدول المعنية بدائرة الصراع الآن فيها طرفين فيها طرفان متناقضان إذا سقط الأول يحتل الآخر المكان وبالضجد يعني اذهب إلى مثلاً القضية في فلسطين الآن نحن بالقلب مع حماس والروح والحياة لكن هناك من يترقب سقوط هذه الجهة لكي يحتل هذا المكان من قبل الطرف المعتدي في لبنان لو جيت إلى لبنان لو وجدت الأطراف الآن هي مشنفة أذانها وعينها وفقط الخصوم كثر والخصوم وتنتظر لحظة سقوط الطرف الآخر وباليمن نفس الشيء وفي العراق يعني كل وفي سوريا يعني كل الدول المعنية بدائرة الصراع هي لا تواجه الدول الحقيقي اللي احنا كنا نتمنى أن يكون كلنا بهذا الاتجاه هي بالعكسين تنتظر تتحفز لخصومها في ذات الساحة وأمريكا مستخدم نعم عن أمريكا يعني دعونا نستمع أو نقرأ تغريدة لكوشنر جاريد كوشنر كيف قرأ أيضا ما جرى ويجري في لبنان في تغريدة له جاريد كوشنر يتحدث السابع والعشرون من سبتمبر هو الأكثر أهمية في الشرق الأوسط هو يقرأ المسأل ضمن هذا السياق وهي كذلك ونحن نقرأ كذلك الآن هو الأكثر أهمية في الشرق الأوسط منذ انتفاقيات أبراهام إيران أصبحت الآن بكشوفة تماما والسبب وراء عدم تدمير منشآتها النووية على الرغم من أنظمة الدفاع الجوي الضعيفة هو أن حزب الله كان بمذهبة بندقية محملة موجهة نحو إسرائيل لقد أمضت إيران السنوات الأربعين الماضية في بنائه كقوة ردع لها يريد أن يذهب جورة كاش كوشنير إلى الحديث عن أن المدفع الرئيسي الذي كانت تختبئ خلفه إيران في المنطقة هو حزب الله ما هو الحال وقد ذهب هذا المدفع في ذات السياق معنا الأستاذ حازم عياد الكاتب والمحلل السياسي ضمن سياق أيضا نقاش ماذا بعد نصر الله سؤال برسم الإجابة الأمريكية أهلا بك معنا أستاذ حازم أهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام أشرت في المقال الذي حمل العنوان ماذا بعد نصر الله سؤال برسم الإجابة الأمريكية إلى النفي والإثبات الأمريكي هل تعتقد أن الولايات المتحدة لها مقصد من عدم إبراز الحضور أو عدم الحضور فيما جرى في لبنان هي حاضرة الكل يعلم ذلك ولم يعد ينطل على أحد أنها منخرطة وفي غرفة العمليات موجودة فعلى سبيل المثال F-35 وهي الطائرة الأحدث في العالم لا تسير إلا بشيفرة أمريكية يتم تفعيلها من غرفة عمليات في وزارة الدفاع الأمريكية لا يمكن تدخير هذه الطائرة أو تزويدها بالوقود أو أعطاها إحداثيات الهدف العسكري دون إذن من الولايات الأمريكية وغرفة العمليات المشتركة للدولة الصانعة أيضا الأسلحة التي قدمتها 85 قنبلة قدمتها أمريكا وهي تعلم كيف الغاية والهدف تقديمها بعد مفاوضات طويلة وشاقة بينها وبين الجانب الإسرائيلي كل قنبلة فيها تزم ما يقارب 150 كيلو يعني طن كامل القيت على الضاحية الجنوبية هذه القنابل اشترطة في أمريكا أن تستخدم بعلمها وإذنها ومعرفة الهدف وبالتالي هذا سبب آخر يجعلنا نعتقد إذن لماذا التقية الأمريكية أستاذ حازم عياد من ماذا تخشى واشنطن ألا تكشف هي عملية لا تخشى هي ضالعة في العملية العسكرية وفي تحديد الأهداف الكبرى ووضع الاستراتيجية العامة والكبرى والهادفة لتحقيق أهداف إسرائيل المجودية والمتعلقة أيضا بتأمين إسرائيل لثلاثين أو خمسين عاما القادمة وهي نقطة مشتركة بين الإدارة الأمريكية وبين الدولة العميقة وبين الجانب الإسرائيلي ما تريده أمريكا هو الاحتفاظ بدولها السياسي على صعيد الإقليم تقدم نفتها كوسيط كلاعب سياسي يقدم عروضا سياسية هذه العروض عندما تفحصها جيدا تجد أنها هي ذات الشروط الإسرائيلية تأتي بها أمريكا وتقول هذه مبادرة نقدمها للبنانيين عليهم الانسحاب عليهم فصل الجبهات عليهم عادة النازحين وتقول أن هذه مبادرة أمريكية أو فرسية بطريقة خبيثة وتافية أمريكا تريد أن تحافظ على هذا الدور وإن كان مكشوفا بعد مرور أكثر من عام أقل من عام بقليل بأيام على دوميماسياتها التي باتت يعني محترقة بل إن يعني ندة صلاحية بايدن انتهت عمليا حتى ومطاقيته حتى هو لا يصدق نفسه عندما يصرح فبالتالي لا أحد يصدق الإدارة الأمريكية بهذا الجانب هي تريد أن تلعب دور بذات الوقت أستاذ حازم أنت ربطت السؤال مقالك يعني ماذا بعد نصر الله السؤال برسم الإجابة الأمريكية لماذا على الولايات المتحدة الأمريكية هي من تجيب ماذا بعد أنها تعلم ماذا بعد لأنها من وضعت خطة الحرب هي من وضع لم تعطي الإذن بالهجوم على طحية جنوبية دون أن تكون تعلم بدقة ما المراد من ذلك ليس كوشنر الوحيد الذي قال أن حزب الله إيران باتت مكشوفة نعم إيران هي السمكة الكبيرة المفاعلة النووية الإيرانية هي السمكة الكبيرة والهدف الكبير لنتنياهو الذي يريد أن يصطاده في كل هذه الفوضى وفي كل هذه المواجهة ويعتقد بأن القضاء على إيران يعني تأمين المنطقة لثلاثين عاما قادما ويمكن التعامل مع تركيا من خلال انقلاب آخر ويمكن تطويع المنطقة واستكمال مشروع الترانسفير بسهولة في الضفة الغربية يعني هو يعتقد أنه يتحكم بكل شيء هو الإدارة الأمريكية وهناك درجة عالية من الغرور بعد ما حدث في الأيام القليلة الماضية ولكن داني أقول نعود إلى قضية حزب الله ودوره نعم حزب الله يمثل عاد كبير أمام استراتيجية إسرائيل للذهاب نحو إيران وهذا ما كشفه كوشنر ولكن أيضا كشفه كينث مكنزي قائد المنطقة الوسطى في الأعوام 2019-2022 في محاضرة طويلة ومطولة له وقد نشرت في مركز الأمة وترجمت يعني قال فيها بوضوح أن حزب الله يملك قوة نارية كبيرة وأن يمثل بالفعل عائق أمام الإدارة أمريكية وأمام الجانب الإسرائيلي للذهاب بعيدا في حملة عسكرية ضد إيران هذا ليست موقف كوشنر هذا موقف حتى الدولة العميقة والمؤسسة العسكرية الأمريكية لذلك وقناك درجة عالي من التوافق بين المستوى السياسي والمستوى العسكري باعتبار في استهداف إيران إيران تدرك أنها مستهدفة لذلك هي تدير المعركة وتحاول أن توقف الجانب الإسرائيلي والأمريكي على الجبهة اللبنانية على الأقل أو في الجبهة الفلسطينية وترقي بثقلها في هذا الجانب ولن تريد أن تشتبث مباشرة لكن لديها أيضا أوراق أخرى يجب أن نقول أنه ليس حزب الله هو يعني الخط الدفاع الأول والأخير نعم هو خط الدفاع الأول والأخير فيما يتعلق بالهجوم على إيران ولكن هناك خطوط دفاع أخرى هناك إدراك بأن إيران قادر على تصنيع قنبل نووية بل أن هناك من يقول بأنها تمنع قنبلة اختبارية ليست حربية لا تصلح للاستخدامات الحربية ولكنها قادر على إجراء اختبار نووي دون انتلاق قنبلة نووية هي تستطيع أن تعلن بأنها غيرت عخدتها النووية في حال مهاجمتها وهذا ما يطلق الإدارة الأمريكية أن لا يؤدي الهجوم على إيران إلى تحقيق قيم الأفداته وأن تقفز الإيران قبزة كبرى باتجاه الإعلان عن نفسها كدولة نووية كرد على هذا الهجوم العنيف عليها أسأل الجانب الآخر الذي قد يردع الجانب الأمريكي أن أمريكا تعلم أن روسيا والصين لن تسمحا بسقوط إيران فإذا سقطت إيران سيسل على أمريكا فرض شروطها على الدول الخليج العربية وأن تقول بأنني أنا الرعي الآن للأمن والإستقرار في المنطقة نعلم كيف لعبت الصين وروسيا دورا في دهدئة العلاقة وفي وقف الاستهدافات للاسعودية ولمنشآتها النفطية كان الدور الروسي والصين دور بارز نعم في هذه النقطة لأهميتها أستاذ حازم عيات فضل فضل لذلك سقوط إيران بالنسبة لروسيا والصين يعني إبعاف تأثيرها ويعني أن أمريكا تستطيع محاصرة الصين وتمنع وصول النفط للصين هذا سيدي إلى موت إقتصادي للصين وتمنع عنها الأسواق العربية وتوقف طريق الحرير في حال نجاحها في مخططها لذلك هم غير معنين بسقوط إيران كذلك روسيا سيعني ذلك أن أمريكا تستطيع أن تجبر الدول العربية على الفروج من أوبكبلاس لأن ما يدفع السعودية للتمسك بأوبكبلاس أن العلاقة مع روسيا مفيدة لها في العلاقة مع إيران في القدرة على ضبط سلوك إيران أيضا لذلك ما تريد أن تفعل أمريكا هو إخراج إيران وما تريده روسيا أن تبقى والصين أن تبقى إيران وإذا تجرأت أمريكا وذهبت إلى ما هو أبعد من ضرب حزب الله إلى ضرب مباشر لإيران وتدمير مفاعلها النووي والقضاء على المشروع النووي بالكامل من خلال العمل الاستخباري الذي ظهر أنه خطير جدا وقد يجرد إيران بالفعل من قدرة على إعلان نفسها كقوة نووية فإن روسيا والصين ستوفران لإيران كل السبل لإستنزاف الولايات المتحدة الأمريكية وتحويل النقليم إلى مستنقة هناك يعني العديد من الحلقات على أمريكا عن تكسيرها حتى اللحظة تظهر أمريكا بأنها في نشوة هي هو إسرائيل ويظن الطرفان وعلى رأسهم كوشنر الذي إن جاء إلى التلطة فسيدهب بعيدا وراء هذه الأجندة ترامب سيلقي بكامل ثقاله وراء الأجندة أجندة نتنياهو الهادف والصدام المباشر مع طهران إسرائيل قطعت جزء كبير من المسافة للذهاب إلى حرب إقليمية للذهاب إلى مواجهة تتورث الإدارة الأمريكية عن وعي وإدراف بهذه الحرب فأمريكا أيضا فقدت جزء من العقل السياسي المنطقي وهي أيضا لا تقل خطورة عن الجانب الإسرائيلي لذلك يجب أن نراهن على العقل ما قد تخلال الأسابيع القليلة الماضية يثبت أن حانة الجنون ويعتقدون أن الجراءة والشجاعة هي ما سيمكنهم من تغيير الواقع الجيوسياتي وأن يتطلب الأمر المزيد والمزيد من الجراءة لذلك علينا أن لا نراهن على العقل علينا أن نراهن على الجنون الذي بلغ مستوى عالي لدى الطرفين الأمريكي والإسرائيلي فالمنطقة ذاهبة بشبه ما يقارب اليقين ذاهبة نحو تصعيد كبير وكل الأطراف باتت تستعد له حتى الجانب الروسي والصيني أما على الجانب اللبناني المعركة لا زالت لم تحسم لا تستطيع إسرائيل أن تقول أنها نجحت هناك لا بد أن تمر في المعركة البرية ولا بد أن تعزز من إمكانية استمرار جبهة الإسخفارات فاعلة بالنسبة لها إذا تمكن حزب الله من سد هذه الطغرة ومن الرد على أي هجوم بري ومن تصعيد الضربات لتصل إلى ضرب المشاهات الحيوية كالمفاعلات النووية وغيرها وإثبات جدارته في تمثيل تهديد وأعتقد أن صفي الدين يتبنى هذه العقيدة أكثر من أشهيد حسن نصر الله هو يتبنىها ومقتنع بها بأنه عليه أن يوجه ضربات ويسد ضربات أعنب وتصل إلى حد تهديد منشآت حيوية لذلك لا نستطيع أن نقول أن إسرائيل انتصرت لكنها لازالت حتى اللحظة تملك زمام المبادرة تملك لديها أفضلية في هذا الجانب إذا انتزع منها الكثير سيتغير نعم البلفات ما زالت مفتوحة بطبيعة الحال كل شكر لوجودك معنا أستاذ حازم عياد الكاتب والبحلل السياسي ضمن نقاش أفكار بقالك التي أيضا ضمن سياق نقاشنا ماذا بعد نصر الله سؤال برسم الإجابة الأمريكية مسألة حساسة تراهاها الأستاذ حازم عياد مرتبطة بنقاشنا المرتبط بخيارات إيران ماذا ستفعل إيران ذكر أن المسألة ليست سهلة بإعلان الهجوم على إيران كما كان سهلا نظريا كما نتحدث على حزب الله هناك معدلات دولية هناك روسيا هناك الصين هل المسألة مفروغ منها أن الصين وروسيا لن يتدخل لو وضعت إيران على المحك وأصبحنا أمام حالة شبيهة بما جرى بالضاحية ليس على الإطلاق وعلى العموم ولكن في حدود لا يوجد شراكة استراتيجية أنك إذا تم القبيع عليك فسوطة لا يوجد حرف أمني ما بين روسيا وصين وإيران ولكن يعلم الجميع بأن إيران مثلا تقوم بإرسال وتصدير الصواريخ البنستي يعني هي المصالح فقط لغة المصالح صحيح ولكن إلى أي مستوى لا بد أن يدرك الموسكو وتدرك بيكين إلى أي مستوى تستطيع أن تفعل ذلك مع إيران بالواقع والوضع لراهن إيران في أزمة شديدة عليها أن تبدي استعداد وأن تري الآخرين وأن تري الحلفاء بأنها تستطيع أن تقف على أقدامها وأنها لديها القدرة على الرد ولكن السكوت بهذا الشكل لأن الحرب أظهرت بأن إسرائيل تعلم كل شيء عن إيران ولكن الجانب الإيراني ومحور المقاومة بشكل عام لا يعلم أي شيء على الاحتلال الإسرائيلي أمر آخر، وشاهد عيان ما بين غزة وما بين ما يحدث من حماس وما بين حزب الله حماس بصعوبة شديدة استطيع الاحتلال أن يستهدف أحد القيادات العليا ولكن بسهولة شديدة استطاع الاحتلال أن يستهدف كافة الصف الأول في المجلس الجهادي والعسكري لحزب الله بسهولة شديدة استطاع بث الاحتلال بصعوبة شديدة استطاع أن يبث جواسيس داخل غزة ولكن الأمر كان أسهل كثيراً فيما تعلق بإيران وأيضاً بحزب الله فمعادلة مختلفة أصعب كثيراً بالنسبة إلى إيران هذا يسحبنا للحديث عن حقيقة وجود اتزال في النظام الدولي النظام الدولي اليوم مختلف أنا تماماً لا أتفق مع إمكانية أن روسيا والصين لا أبداً أبداً اليوم فقط هناك مصالح مشتركة هناك رغائب وهناك تمنيات مختلفة تسهيل تكنولوجيا أعتقد أن إيران تترك لبصيرها بيع استخبارات وأمن ولكن اليوم روسيا تغرق في أوكرانيا هذه روسيا العظمى هذه الدولة التي كانت قطب أمام أمريكا تقف عاجزة أمام كييف ما الذي يحدث أنها استطاعت الصمود ثلاث ساعات في موجه الناتو أي صمود هذا حقيقة شيء مخيف إيران ليس الدولة جديدة طبعاً إيران أيضاً هي تعلم أنها إذا ما فرضت مواجهة إما أن تذهب إلى خيارات وأنا أثني على ما تفضل به الأستاذ الكاتب قبل قليل أستاذ حسن إما إيران أن تذهب إلى النهاية في الدفاع عن ذاتها لأنه اليوم لا تراجع عن لا يوجد مؤشرات أن السياسة الإيرانية تتبع هذا النمر إذا ما دخلت في هذه المعركة لأننا نحدث عن سمكة كبيرة أما حالة التوريط التي يقوم بها نتنياهو الآن وهنا أنا اسمح لي أن أشيل لمسألة ماذا نقرأ استهداف ميناء الحديدة؟ هل في ميناء الحديدة موجود عبد الملك الحوثي؟ هل في ميناء الحديدة؟ لا استهداف ميناء الحديدة هو أمرين؟ الأمر الأول هو إصرار على التوريط هو يريد رد والآن يصدر الحوثي وجماعة أنصر الله تصدر الآن فيديو جديد يتحدث عن مسألة الرد والرد قادم والرد حاسن الأمر الثاني والأخطر إيهام للحوثي أن أهدافنا هي الأهداف المعلنة والمعلومة أنا لا أعتقد أن إسرائيل التي تملك كل هذا الحجم من الاستخبارات والتي تملك حالة من التنسيق الواحد مع المريكان والبريطانيين لا تملك أهداف استخباراتية دقيقة في اليمن لكن هذه الحالة من التضليل للحوثي وهذه الحالة من الإيهام تريد أن تورط أكثر من ذلك ومن ثم تلتفت بعد سهام الشمال تلتفت التفات كاملة إلى اليمن ولا سمح الله طبعا نسمع أغتيل وأغتيل وسقط وضرب واستهدف هذا المشهد إذا لم يستدرك من محور القدس الذي يصر دائما مستخدم مسألة المحور على الحديث عن محور القدس إذا لم يستدرك هذا المشهد برفع كروت حمراء في وجه إسرائيل وفي وجه فلفاء في المنطقة فهذا يعني أننا أمام سقوط استراتيجي في المنطقة إيران وروسيا أنا أعتقد روسيا والصين خلف إيران ورقة تستخدمها إيران أرى إيران تدرك بأنها في ضمن فكرة العلاقات الاستراتيجية هي ابنته منطقة الشرق الأوسط والسياسة الخارجية لإيران تبنيها مع السعودية ومع العراق ومع سوريا غير السياسة الخارجية تبنيها مع الولايات المتحدة الأمريكية ليست هناك مشتركات حدود مع الولايات المتحدة الأمريكية ليست هناك عناصر السياسة الخارجية ما بين الدول بعلاقات دولية هي تبدأ أصلا يعني بالجغرافية وبعدين بالعلاقات التاريخية وعلاقات الثقافية كلها معدومة فقط علاقات القوة التي تأتي بآخر عناصر العلاقات الدولية التي هي القوة العسكرية والقوة الاقتصادية فإيران تدرك أن علاقتها مع الصين وعلاقتها مع روسيا وعلاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية معتمدة على معادل القوة والمصلحة لكن علاقتها مع الشرق الأوسط مع الدول العربية علاقة تاريخية فلذلك أنا أعتقد أنه وهي تدرك بهذا كان أنا أقول كان على إيران أن تدرك هذا الأمر وتجعل بشدة الطرق أو حتى بالنسبة للأنظمة العربية أن تجعل أنه لكي يعيشوا لأن هذه علاقة متداخلة بها حدود بها علاقات تكافؤ على الأقل بها تكافؤ لذلك أنا أعتقد أنه أمريكا ليست حريصة لا على منطقتنا ولا حتى على إيران مقابل أن تحصل على مصادر الطاقة وعلى المال ولذلك الإشارات بالأخبار التي قاعدت نتناولها من خلال ضرب الصواريخ الحوثية قالت الواقع المتحدة الأمريكية بتصريح رسمي قالوا بأن هذه الصواريخ هي مقادم من روسيا وروسيا تدعم بالتكنولوجيا تدعم الحوثيين لذلك إذن إذن الواقع المتحدة الأمريكية أهدافها أبعد مما نفكر يعني حزب الله على سبيل المثال يفكر الخلاص بموضوع الحدود هل أنا أدفع بالإسرائيليين عن الحدود الشمالية أم أنه أستطيع أن أترك مثلا اللي هي الشرق والغرب الليطاني شمال الليطاني بينما الواقع المتحدة الأمريكية تتحدث عن ماذا تتحدث بأن هناك علاقة ربما ما بين روسيا وما بين تجهيزها لألحوثي إذن مراميها أبعد من المرامي الحزب الله فلذلك من نقرأ الاستراتيجيات نقرأ استراتيجيات أمريكا غير ما نقرأها لا نقرأها لإيران الإيران الآن تدرك تماما بأن الموضوع صار على الحدود نعم على الحدود لأن هناك حالة يعني بأمانة حالة يعني اختلال كبيرة موجودة في حزب الله الذي كانت تبني عليه بناء كبير يعني حزب الله 2006 حزب الله 2008 و 2009 لما أصبحت الأحداث بغزة ولما أصبح الحدث السوري الذي سندين هذا الأمر باعتبار أنت تعرف أننا لدينا عندما يقال إلى أين تتجه يعني البوصلة نعم 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 تعودنا أن نقول بوصلة فلسطين كأرض لكن البوصلة تتجه عندنا إلى الحريات نعم إلى العدالة صح؟ فلذلك هذا الخطأ الكبير الذي وقع به الحزب من حرفة البوصلة إلى موضوع الثورة هنا بدأ الحقيقة التراجع واستغلت هذا إسرائيل هل كانت تحلم إسرائيل في يوم من الأيام أن هناك من يصفق للاغتيال أحد من لكن عندما تجد تخليها في الميزان ترى هم باب المصلحة جيد أيضا أن ننتبه أن المشهد ليس قاتم إلى هذا الحد نيتنياهو يقف في الأمم المتحدة أول أمس ويتحدث عن البقاء بعد 77 سنة من تأسيس إسرائيل بين قوسين يتحدث عن الأمن والوجود والبقاء المشهد يا جماعة برغم صعوبته برغم قسوته برغم مزالهم في دفعهم يشعرون بالبقاء وعدمه تقديرات تحدث إذا انتهت إسرائيل حبيبنا الحزب لن يفقد أيوان ما قلنا بالعلاقات إيران تدرك هي أبنة المنطقة فهي متعامل معهم ما إسرائيل بوجودها الأمر الثاني أن أمريكا نفسها تتحدث أن الحزب لم يفقد من قدراته وصواريخه ومقدراته المادية على الأرض أكثر من 15% هذا ما يتحدث بالأمريكان طبعا أعطينا شوية هي كانت تلطيف قلنا الفلسطينيين ما حبيب طولنا هذا يقول أنه مصر باعتبار متكلمين المتحدث المصري ما بيسكت المشهد أستاذ محمد ليس بهذا الوضع القاتم وليس كذلك ولكن هو ليس بهذا الوضع القاتم ولكن في معادلة صعبة يعني لابد أن نعترف بها حتى ولو انفض عدد كبير من الدول في الاستماع لكلمة نيتنياهو أصبح منبوذا دوليا ومن المفترض نأمل أن نتم محاكمته قضائيا تحت أي صعيد دولي ولكن الواقع في غزة على سبيل المثال وما يحدث في ضرب محوى المقاومة وما يحدث المعادلة ما بين حماس وحزب الله في التسليح هي فجوة كبيرة جدا بين كل الطرفين عندما نرى الهالة التي كانت عند حزب الله تسقط بهذه السرعة حزب الله إذن لم تستخدم الصواريخ التي لديها في استهداف الاحتلال بشكل أساس وبشكل رئيس هذا مبني على فكرة أنهم لازلوا يحافظون على قواعد الاشتباك وحدود الاشتباك وهذا ما لم تفهمه إيران وفهمه حزب الله بأن الاحتلال ليس لديه قواعد الحديث متواصل ضمن سياق التداعيات سنذهب باتجاه ما سيناريوهات المنطقة خيارات الدول العربية سواء تلك التي هي محسوبة على الساحة الخلفية الأمريكية دول التطبيع دول اتفاقيات أبراهام كيف تنظر لمجرى في لبنان من متغيرات هل نحن أمام قارطة سياسية جديدة في المنطقة أم لا كل هذا الحديث مشاهدينا سيجري بحثه في الساعة الثانية لكن بعد هذا الفاصل